بسم الله وليه ابن الروح القدس إلهنا الواحد أمين كل سنة أنتوا طيبين بنتذكر هذا اليوم اللي كان صعب على الكنيسة وعلى كل مصر وبقول كتير الله استخدم هذا اليوم نهاية السنة في كنيسة الإدسان إنه يغير وجه مصر كل مصر اتغيرت بسبب الحادثة بتاعة الشهداء ودعوني أقول لكم إنه أي دم شهيد بيوسك على الأرض له تأثير على الأرض وأيضا في السماء تتأثر الأرض وتتأثر كمان السماء عشان كده طبما إحنا بما نشوف هذا الموقف بنتعب جدا لكنه كان ليه بركات كثيرة كنيسة القدسين بوركت بشهداء الله اللي اختارهم ما حدش اختارهم كان كتير موجودين في الكنيسة لكن ربنا اختار ناس بعينها إحنا النهاردة استلمنا رفات جديدة أجزاء من الرفات اللي موجودة في دير مريمينة وإن شاء الله على وعد يدونا كل شهيد يبقى له أنبوبة خاصة بحيث أقاربهم معارفوا الناس اللي عرفهم يبقى لهم جزء جوا الكنيسة دي حاجة جميلة دعوني أتحدث اليوم عن عزة بعنوان أكرم الذين يكرمونني أكرم الذين يكرمونني قصة قديمة موجودة في سفر أستير هذا السفر الذي اتهم أنه لا يوجد فيه اسم الله مكتوب مش موجود يهوى أو إيل أو أي اسم مرادف أو ألقاب خاصة بربنا فاتهموا السفر ده وقال إنه مش قانوني لكن اللي منكم بيدر السفر أستير هيعرف تماماً إن السفر قانوني لماذا؟ لأن الله وراء الأحداث الله اللي محرك لكل هذه الأحداث في يوم من الأيام كان فيه واحد اسمه مردخاء شغال عند باب الملك ربما بواب أو في القضاء لأن كلمة الباب في العهد القديم مش مقصود بيها الجيت أو البورت مقصود بيها الكورت ساحة القضاء فيقول لا يخزون إذ كلموا أعداءهم فين؟ في الأبواب أو في الباب يعني إيه كلام؟ يعني يعني مش بيأخذوا هما يكلموا الناس إيه يعني في الباب دي؟ معناها في القضاء عشان كلمة دي ما تراه في العهد القديم يقول وكان لوت جالساً عند باب الباب فكلمة الباب معناها القضاء في يوم من الأيام كان مردخاء شغال كمسبي عند الملك اللي اسمه أحشوي روش الملك ده ملك وسني لا يعرف الله عنده رئيس وزراء اسمه هامان وهامان ده لي صلة بعمليك وعمليك ده لأعداء إسرائيل فتخيلوا بقى الموقف بقول هامان اللي شغال رئيس وزراء عند الملك هذا الرجل عدو لإسرائيل مردخاء ده إسرائيلي يهودي فالتنين في عداوة فكل الناس بتكرم هامان مع ده مردخاء أما يشوفه ماهتمش به وده رئيس وزراء فكل الناس بيسألوا أنت بتعمل متعملش كتاب تسجدش لأه قدامه فقول لأه ماسجدش لأن ده عدو المهم في يوم من الأيام حصل أن مردخاء شاف اتنين من الخصيان كان زمان عندهم الأمر ده بيجيبوا شباب عضلات بس يعملوهم عملية بحيث أنه يقترب إلى الزوجات بتوع الملك يخدم زوجات الملك حارس لزوجات الملك فيعملوله عملية ويسموهم الخصيان أو المسؤولين عن الملك وأموره الداخلية الخاصة بي ففي يوم من الأيام كان فيه اتنين من الخصيان عملوا مؤمرة على الملك واللي اسمحها مردخاء رح جيه بلغ أستير أستير بلغت الملك الموضوع الطنش كتبوه أن فيه واحد في يوم من الأيام بيقول الحكاية دي لكن هناك الله اللي وارى الأحداث يعمل ايه؟ يطير النوم من عين الملك في يوم من الأيام ولماذا هذا اليوم؟ عارفين الملوك زمان كانوا عشان يناموا وبعض الناس اللي في اسكندرية لما ينام يقول لك أبشرب خمرة في الملك كان يجبوله كزا لتر خمرة فيقولوا جلالة الملك ما تشرب يقول لهم شربت مش ناعي فيه حاجة من طيارك يقول وطارة لوم الملك الخمرة مش مأثرة فيه فقالوا له طب خلاص نعمل ايه؟ طب نسليك نقول لك حكاية ألف ليلا وليلا الحكايات خلصت برضو صح؟ قالوا له هاتولي كتاب كتاب الأخبار قاعد يبص على كتاب الأخبار لقى الحدثة اللي بتاعت مين؟ بتاعت اغتياله كان في يوم من الأيام اتنين خدمين تأمروا هما جوى الأصر إن يجيبوا رقبة الملك يقول الكتاب المؤدس إنه لما طار بقى نوم الملك وقرى الأخبار فسأل للناس انتوا عملتوا ايه مع مردخاي؟ قلوا لعملنا ولا حاجة أه خبر وصلنا وقلالتا كنت مشغولة قالتوا اكتبوا في البتاعة وخلاص لكن هذا الإله الذي لا ينعس ولا ينام طير نوم الملك وكمان لازم الراجل العمل عمل كويس سيد كافئ فما الملك مش نايم لكن دخلوا همان في يوم من الأيام اللي هو اليوم دو وبيقول لي لسه يدخل على جلالة الملك الساعة كام؟ الساعة خمسة الصبح دخل على الأصر بقول لهم جلالة الملك صح قالوا طبعا صح طب ممكن هدخله قالوا اتفضل يا جلالة الملك رئيس الوزر عايزي قالوا هاتوا ايه اللي الصحابة ادري هاتوا؟ كان جاي يعمل ايه بقى همان حد فاكر يعمل ايه؟ آه ياخد الإذن بيه؟ بصل بمردخاي عايز ياخد الإذن ان المردخاي ده نخلص عليه فالملك شاف همان قالوا همان بيقول بقى ايه وليه ولما دخل همان قال له الملك حاجة للآية اللي انا هتكلم عنها ماذا يعمل لرجل يصر الملك بأن يكرمه يتعمل ايه؟ في واحد ماذا يعمل للرجل يصر الملك بأن يكرمه نعمل ايه همان؟ في واحد نكرمه طب همان بيفكر في ايه؟ في ناس يقول ايه؟ فقال في قلبه من يصر الملك بأن يكرمه اكثر منه؟ قال له يا جلالة الملك أنا بشوف التاج اللي على راسك أنا بشوف التاج اللي على راسك مناسب للشخص اللي تكرمه يبقى همان بيفكر في ايه؟ في التاج قال له ايه تاني يا همان؟ قال له كمان الحصان بتاعك الفرس بتاعتك طبعا كل ملك وفرسه فرس مكيف بثلاثة بودان كل واحد بقى يعني بحظر معاكم يعني ما يكونوا عربية واحد كبير عربية كبيرة فدي الحصان بتاع الملك قال على حصانه وينادوا امام ويلبسوه ويعملوه اللباس الملكة والحاجات اللي فيها ترتل ودهبه مش عارف ايه؟ قال له أنا موافق يا همان قال له ايه؟ قال له اعمل هذا مع مردخاي طبعا لو حد مننا اسمه همان ودخل موقف ده يحصل له ايه؟ يوتوب صحيح؟ يوتوب على طول كده يجي له جلطة والضغط يعلى ينزل ميت والقصة بتكمل في سفر استير اصحاح ستة عن هذه الحادثة لكن ما يشغني يا حبايب بيقول ماذا يفعل رجل يصر الملك ان يكرم ويعمل في ايه؟ خلينا اتكلم معاكم شوية في حاجات كيف انا اكرم الله؟ زي كان الملك بيقول انا مصرور بواحد وهكرمه وحسب كرم الملك كيف اكرم الله؟ اول حاجة تكرم ربنا كي زفلانا اقوله اول حاجة بفلوسك معلش انا رجل دين وبتيجي السيرة دي بتبقى فيها قلق شوية اشكر الله بقول كتير انا مش محتاج حاجة من حد لكن انت لازم تنفذ الوصية يقول الكتاب مؤدس وصفر الامثال يقول اكرم الرب من مالك وان بكورات غلتك فتمتلق خزائنة شبعا وتفيد معاصرك مستارا اكرم الرب من مالك ومن كل بكورات غلتك يعني لابد ان نتعلم ان احنا نكرر ربنا بفلوسنا مهم جدا جدا ولو عودناها لولادنا يعني مرش في مدارس الاحد دلوقتي مش بسمع كتير في حاجة اسمها العطا العطا شغال مش باين في الخدمات يقولوا لي ما عندي ناش دخل في الكنيسة ففيش عطا غالبة فاكرم الرب من مالك اتعلم كده ويا ما ناس بيسرقوا ربنا في ما يسمى ما يخص الله دي مش بتاعتك ان كان الله مديك اموال في عشر بتاعك ده مش بتاعك واناو خدته سمى كتاب المؤدس السفر الملاخي سلبتموني يقول الرب وبما سلبناك قالوا بما سلبناك الف العشور والتقدمات حتى الاب كان لما بنيديله انتو عارفين ااب كان ما زعلوش الابهات الاب كان بياخد مرتب من الكنيسة والمرتب بتاع ابونا اصلا من العشور فهي فلوس متعشرة زي ما بيقولوا خلاص لكن في ذات الوقت هو نفسه بيدفع عشور دي وصية في العهد القديم هو من مرتبه بيدفع عشور ليه لابد ايضا ان يكرم الرب من ماله لانه يصل ده بإيه فلوسه شخصية فلو عايز تكرم ربنا اولا من اموالك وانصح اقول ان المسيحيين في مصر ان نفذوا الوصية دي ربما لا ناجد فقير حتى في الغالة ده ما نلاقيش واحد فقير الناس محافظين على الوصية فاكرم الرب منين؟ من مالك يبقى انا اقدر استطيع ان اقول لربنا فلوس اللي معايا جزء بتاع العشور ده مش بتاعي انا بكرمك بي انا حابب اقدمه لك كهدية لله مع انها مش بتاعتك بس ربنا اقول لك انا موافق يا اما عايزة اشبه لكم التشبيه ده حضرتك بتدي ابنك فلوس البيت فبعدين بعد شوية جيب لك هدية بالفلوس بابا انا جيب فانت تبقى امسوت قوي ان ابنك جاب لك هدية بس دي فلوس مين؟ مش على بابا هدي فلوس مين؟ فلوس بابا فنفس الكلام عندما تقدم انت في ذات الوقت تكافى لان الله اختبر مشاعرك وعوطفك فطلعت مشاعر كويس فاكرم الرب اولا من ماله لدرجة السفر الجامعة يقول في جامعة 11 يقول ارمي خبزك على وجه المياه فانك تجده بعد ايام كثيرة ايام كثيرة ايام كثيرة اعطي نصيبا لسبعة ولثمانية ايضا ازاي؟ بيقول لك ما ترمي خبزك على وبعدين اد نصيب لسبعة او تمانية طب ليه؟ قال لي ايه دي كتير اما دي دي كتير يحصل ايه؟ بيكمل يقول لانك لست تعلم اي شر يكون في الارض انت رمي خبزك على وجه المياه يعني اي واحد انت مش عارف وبعدين ادت لسبعة انت عارفهم او تمانية لانك لتعلم اي شر يكون على الارض بمعنى انه ممكن تيجي اي حاجة لحضرتك تلاقي اللي انت ادتهم السبعة والتمانية ممكن يعملوا لك ايه؟ هما كمان يساعدوك في وقت ازمتك يعطي نصيبا لسبعة او ثمانية لانك لا تعلم اي شر يكون على الارض يبقى كيف اكرم الله اولا يقول الكتاب من اموالك علموا ولادكو كده ولو علمت ولادكو كده احبه اسمعوا اللي بقوله له ده لو علمت ابنك وشافك انت كمان وحضرتك ان موضوع العشور ده موضوع مقدس انا بقول مش عشان انا راجل دين بقول لك نفذ الوصية مش عايزة قابلك ولا عرفك هلا تديني فلوس لكن نفذ الوصية نفذ انت لو نفذ الوصية ابنك يسمع في البيت تقول له حبيبي مهم ان ندفع العشور مهم ندي ربنا ده فلوس ربنا مش فلوسنا وان خدناها يوم من الايام احنا مستلفينها من ربنا ولابد ترجحها ولو خدتها وما رجعتهاش مليش دعوانا بالنتيجة انتو عارفين النتيجة اياك تستلف منه وتعمل ايه تطنش اياك تستلف وتطنش مدام معاك فلوس ده كمان يعني بقول حتى المعتزين اللي عندهم عواز اما بنقول لهم كمان جرب هذا لانه بالايمان انت بتكرم ربنا ويدوبك واحدة قالتلي هو في الغلا ده احنا في الغلا ده ندي ربنا فلوس ده بالعكس ده في الغلا يختبر الايمان في الغلا ده يختبر الايمان يبقى كيف اكرم الله اولا يقول اكرم الرب من اموالك ثانيا اكرم الله من اعمال البر صحيح الفلوس سهلا نحنا نقدمها لربنا يعني ناس ربنا مديوم سهلا في ناس مش امنا في العشور لكن بيدوا ربنا فلوس وبقى دي اسهل سك دي اسهل وسيلة ربنا ليه كام قدر رقم اتفضله سلام ربنا مش عايز دي بس عايز ربنا كمان يطلعك مستوى اعلى بلاش تبقاعد في السلم الاولاني بتقول انا في السلم الاولاني مبسوط لا ده فيه سلم تاني وتالت والدرجات العليا كثيرة سلم التاني يقول عنه كتاب يقول عنه اعمال البر ننفع نكرم ربنا بما يسمى اعمال البر يقول المسيح الهنة قال مثل في انجيل معلمنا متى خمسة وعشرين يقول ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا الي يا مبارك ابي رئيس الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم بقول لهم كده لاني ده الملك بيقول يا ركزوا معايا الملك بيقول لاني جعت الملك بيقول انه جعت يا خبر تخيل رئيس البلاد بيقول للناس يقول لهم يا جماعنا جعت فاكيد يقينا انه ناس تتحرك ده ملات تساعدوا لاني جعت في اطعمتموني عطشت في سقيتموني كنت غريبا فقاويتموني عريانا فكسوتموني مريضا فزرتموني محبوسا فاتيتم الي جايز انا مش اقدر ادي ربنا غير الجزء البسيط لاني مرتبة الي لكن ربنا فتح سكة تاني اسمها اعمال البر تستطيع ان تعمل اعمال وان يا جماعة كلنا مشينا في الحتة دي بس في متة خمسة وعشرين كلنا بنعمل خدمة دي يالي على عظمة الكنيسة وعلى الخدام كلكم سأصبحتم خدام لكن ساعات كلنا بنبلغ وبقول الكلام ده في الوعظات نبلغ الابهات ان في واحد مريض ومحتاج مساعدة يريد تساعدوا انتم طب وحضرتك اللي انت شوفت الموضوع لا انت بس بتخبري بالامر انت بتخبر بالامر قال لي واحد ملياردير هنا في اسكندريا عند فلوس لو حطها في الكنيس كلها تبقى مالية الكنيس يقول لي يا سيدنا في عملية ومحتاجين تساعدنا هو بيقول كل اللي انا مستغربه يا عم انت انت تشيل المستشى بتعمل مولوس كلها فلوسك تشيلها بس للأسف للأسف هذه اعمال بر يتهرب منها الكثيرين ويقول لها الكنيسة مقصرة الكنيسة ما بتعملش حاجة طب اللي قاعدين بعملوا ايه بعملوا ايه معقولة معقولة كلنا كده يعني قاعدين كده جمال حلوين مبسوطين ان احنا بنسمع وعزة الملك يقول ثم يقول الملك لاني جعت لاني عطشت لاني كنت مريضا لاني كنت غريبا وبعدين في الاخر احنا ما عرفكش عرفيك انا ماقول ربنا انا ما عرفكش لو احنا عملنا كده يقول لهم ايه اذهبوا عني كمان انا لا اعرفكم تخيلوا تحدي هذه الاية عندما نتمصل من هذه الاية يقينا في السماء يقول كما يميز الخرافة عن الجداء يقول لهم يبعدوا يقول لهم لاني جعت فلم تطعموني عطشت فلم تسكون كنت غريبا طب ايه ده هلو متى رأيناك كل ما فعلته في احد هؤلاء الصغار فبيه قد فعلته عشان كده عود نفسك قل له علمني اعمال البر كي اكرمك بهذه الاعمال كيف اكرم الرب حدستكم عنه اكرم الرب من ايه اولا من مالك ثانيا من اعمال البر ثالثا بتقديم الجسد ودي الحاجة كبيرة اوي 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 دي اغلى حاجة كل اللي انا قلته قبل كده تعتبر الخطوة خطوات القليلة الخطوة العليا في ان اكرم ربنا هي اللي انا هقولها دلوقتي هو تقديم الجسد يقول لنا الرسول بولس في رمية 12 فاطلب اليكم ايها الاخوة برقفة الله يعني كأنه بيقول باتحيل عليكم انا عايز منكو طلب كأنه بيشحت من الناس اطلب اليكم ايها الاخوة برقفة الله ان تقدموا اجسادكم زبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولو تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد ازهانكم لتختبروا ما هي ارادة الله الصالحة المرضية الكاملة تقديم الجسد اعظم شيء استغربوش لما في واحد بقى زي بولس الرسول قدم جسده قدم جسده ازاي انه يتعب يتعب جدا نوم قليل سفر كتير اكل قليل مجهود مشاكل رهيبة ناس اعداء وبينقضوا عليه لدرجة انه كمان حتى في الكنيس عدا ذلك يقول الاهتمام بجميع الكنيس واحد قاعد بقدم جسده عشان كده الرسول بولس بقول لهم يا جماعة الرسول بولس على فكرة من الاشخاص الحلوين جدا جدا في تاريخ المسيحية لانه شخص يتحدث عما فعله هو سبق وقدم جسده في الضربات اكثر في الميتات اوفر جلدني اليهود كم مرة خمس مرات اربعين جلده الا واحدة ايه ده فيه اصفار فيه اتعاب فيه اصفار ايه ده ايه ده قال ايه ده قال ده تقديم الجسد ده الاعلى المال واعمال البر التقديم ده اعلى عشان كده لم ليه بنحتفل احنا بالشهده النهارده عارفين ليه لانه الله اختارهم ركيزه انهم ما يقدموا جسدهم جايز مش باختيارهم زي ما انتم بتقولوا ان حصل انفجار وما هو ما راحش بمزاجه وراح يا جماعة انا للاستشهاد لكن الله اختاره لانه مناسب يا جماعة ما تصدقوش انه لما بتحصل مشكلة كبيرة زي الانفجار ده ان هي صدفة مش حاجة اسمها صدفة في ربنا عند ربنا الا في موضوع الروح ده ما فيه صدفة ابدا الله بشاور فكركوا بتانتا فاكرين سنة سبعتاشر الحادثة بتاع التانتا شهداء ماري جرجس بتوع تانتا اخين توقم اتاخد واحد وتساب واحد حاجة عجيبة فالله اختار الناس دي كأنه بيقول ان الناس دي سبقوا وقدموا اكسادهم حطوا اكسادهم كده لربنا جايز احنا ما نعرفش حتى كباء اعترف جايز ما نعرفش لكن قدموا اكسادهم وقدموا بقولهم اطلب ليكم اياها الاخوة برأفة الله انتوا قدموا اكسادكم زبيحة حية بتقدمها كزبيحة حية مرضية الله بيرضى عن هذه التقدمة وده عشان كده احنا في الكنيسة بنكرم شو ده انتو النهاردة جايين طبع الاحتفال براس السنة لكن كلنا دولا كانوا قاعدين هنا انا متخيل يعني الناس دي كتا عادة هنا سنة الفين للاسة ترق السنة الفين وحداشر والناس دي دلوقتي احنا شايلينهم على قدينا ركزوا لنا يقولوا ده ونطيب اكسادهم ونتشفع بيهم ونطلب صلواتهم ايه ده ايه ده اللي بتعملوه في الكنيسة ده قال دولا اللي قدموا اكسادهم دولا اكرموا الله باكسادهم دولا اللي عارفوا يقدموا ربنا اغلى ما عندهم اصل الحب والكلام والفلوس ده حاجات بسيطة لكن تقديم الجسد هو الاصعب انا قلتلكم تلات حاجات ايه كنمال رب نين من مالك تاني حاجة اعمال البرتات حاجة تقديم الجسد طب ايه بقول احنا نكرم اكرم اللذين يكرمونني احنا بقول كرمنا ربنا بديه طب ربنا يعمل لنا ايه طب احنا عايزين ربنا احنا نعمل كده يقول اكرم اللذين يكرمونني ربنا يعمل لنا ايه في واحد عفوا انا اقول الكلمة دي خايب يعني خايب مش عارف يقدر صح للأسف طويل وملك وشكله حليوة وعمل انتصارات وهذا الرجل اغاز الله مرات كثيرة وجاله يوم من الايام رجل الله النبي سامويل بيقوله بتعمل كده ليه ده ربنا مش راضي على اللي بتعمله وهتفتكر ربنا راضي على اللي انت عملته ولا حاجة من اللي انت عملتها قال له ازاي ده انا بنفس كلام ربي قال له انت عندك عند عندك تمرد والعند ده والتمرد اصعب قال منين من الوسن فجاله كده صامويل قال له انت فرحان بالنصبة اللي انت عملها اصلا عمل ايه عمل خيمة وجاب في حرب من الحروب جايب الناس قدامه وعمل يفخم في نفسه يقول اقامة نصبة خيمة كده وقال يا جماعة انا الجلالة الملك يا جلالة الملك يقوله اشعار وحكايات واغاني جاله صامويل قال له بقولك ايه كل اللي قاله لك الناس دولة يقولوا ربنا بيقولك كلام تاني يقول فقال له صامويل يمزق يقول لي واحد خادم خدام يقول له عملت كده يقول لي اخطيت يا سيدنا انا بقولها بالطريقة بتاعته اخطيت يا سيد عارفين ايه اخطيت سيدنا عارفين الطريقة دي عارفين ايه خلص ابونا ميكالوس بيقول لي خلص يعني مشيت عايز تسمح قدي السماقة بقولها لك اخطيت فقال لقد اخطأته والان فاكرمني شفت بقى كلمة اخطأ دي والان فاكرمني امام شيوخ شعبي وامام اسرائيل وارجع معي فاسجد للرب اله عايز اكرام من مين من الناس عايز اكرامي قال له ايه عايز اقول اخطيت قدي اخطيت قدي مطاني ايه واخطيت عايز تسمع مني ايه تاني يعني بس قدام الناس ما تكسفنيش يلا بينا انا وانت فرح سمويل ماشي رح مسك الجبه بتاعته قال له خلاص الله مزق المملكة يمزق الرب مملكتك ويعطيها لخير منك قدام صمويل ده بالذات شاف صمويل عشان شخصية مختلفة الاية بتاعت اكرم تقلت على مين على صمويل نفسه في واحد اسمه رجل الله رحل عالي قال له انت بتحفظ على ولادك اللي جوه الهيكل وبيتديهم امتيازات ومسائل في ربنا وعمال تكرمهم علي يقول فقال الرب حاش لي فاني اكرم من الذين يكرمونني طي مين بيكرم ربنا في الوقت ده واحد اسمه صمويل قاعد يعيني في الهيكل وعمال يسجد ويصلي قل له ربنا عايز مشقتك وفتع عيني وبصري عشان اشوفك واكلم معك بس ده الواحده في كوم وبقيت الهيكل في كوم تاني فربي جي رجل الله وبيقول لي عالي بقول له في ناس انت متعرفهاش انا باكرم اللذين يعمل ايه يكرمونني والذين يحتقرونني يصغروني طيب ربنا يكرمنا ازاي ساعة احنا نقول الكلمة دي يقول لي ربنا يكرمك عارفين يا ربنا يكرمك يعني دي ما عاربش يقول له ايه يفتح عليك يرزقك لا اكرام الله مختلف يقول عنه في يحنى 12 الناس اللي قدموا من اموالهم واعمال البر وتقديم جسدهم يقول في يحنى 12 ان كان احد يخدمني فليتبعني وحيث اكون انا هناك ايضا يكون خادمي وان كان احد يخدمني يكرمه الاب اما حضرتك يعني ربنا افتح عليك ولا حضرتك وتكرم واحد شغال عندك تدي له مكافأة القاب يكرم هذا الشخص ماذا يفعل به؟ اذكرك بحكاية الملك احشا ويروس اذكرك بالحكاية ماذا يفعل لرجل يصر الملك بان يكرمه يدي له ايه الملك لما يكرمه فان كان احد يخدمني يكرمه الاب يا لشرفنا احنا اللي بنخدم ربنا كنا نخدمه بامانة كان عندنا تقوى وصلاح وبر كان احد يخدمني يكرمه الاب وحسب كرم الملك حسب ايده تملي العالة الصغيرة يقولك ايه انا عايز بمبناية فانا اقول له في الصالون اقول له تفضل خد فياخد واحدة انا ادي اكبر اكبش كبشة هو اختار واحدة انا اديته كبشة حسب كرم الملك كان احد يخدمني يكرمه الاب ماذا يفعل ايضا لنا الله او كيف يكرمنا يلعنه كتاب المؤدس في انجيل معلمنا ماركوس الساع عشر يقول فاجاب يسوع وقال الحق اقول لكم ليس احد ترك بيتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امرأة او اولاد او حقول لاجلي ولاجل الانجيل الا ويأخذ مئة ضعف الان في هذا الزمان واحد اعرف يكرم ربنا وساب قال ياخد مئة ضعف ركز معي الان في هذا الزمان اما بقول لي حضرتك اتنازل شوية فوت الموضوع شوية تقول لي لا ما سابش حق يقول لي تقليك زي ما انتي يقول لو واحد من اجل الانجيل خلي بقى من الانجيل يعني ايه من اجل الوصية ساب من اجل ربنا يقول لك الا ويأخذ مئة ضعف في هذا الزمان احنا بننسى الاية دي على فكرة يقول لك يا عم اقول له في الابدية يقول لي ابدية وحد شافها اما حد يشوفها يبقى نشوف الموضوع لكن يقول له في هذا الزمان ويأخذ مئة ضعف الان في هذا الزمان بيوتا واخوة واخوات وامهات واولاد وحقول مع التهدات وفي الدهر الاتي الحياة الابدية كأن ربنا وعدنا لما نكرمه يقول لعمل ايه برضو هكرمكو على الارد هديكو على الارد انا برضو هعمل كده ما ينفعش ربنا يكون الاله الحقيقي اللي عنده كل المقاليد والسلطة في ايده وبعدين واحد من ولاده اكرمه ما يكرموش يقينا يكرمو عارفين الادسين عندنا في تاريخ الكنيسة كانوا يكرموا ربنا سرا علاقة خفية بينه وبين ربنا مرات ربنا بقى يستعلن العلاقة دي فيخلي كلامهم يتنفذ كلمته تصير يقول تجزم امرا فيكون لك وعلى طرخك يضيق نور في سفر ايوب تجزم امر يقول لك الفلان ده راجل بركة اديس اصل هو بيكرم ربنا في الخفاء ربنا لازم في العالم يعمل ايه يديه يكرمه يكافه ان ترك احد اللي هو يأخذ الان في هذا الزمان مئة ضعف طيب ايه تاني ربنا يكرم نقولنا ان كان احد يخدمني يكرمه الان اللي ما تترك عشان تكرم ربنا تركت حاجات ربنا يقول لك هتاخد مئة ضعف وفي الظهر الايات الحياة الابدي ايه تاني ما يقص كنيس الادسين يقول في عبرانين حد عشر بالايمان بالايمان قدم هبيل لله زبيح افضل من قاين فبه شهد له انه بار اشهد الله لقربينه وبه وان مات يتكلم بعد وان مات يتكلم بعد عارفين السبب ضمن انه ينفذ وان مات يتكلم بعد من احنا شوفنا ماري جيرجس ولا ووسفين ولا الشهيدة دميانة كان فيه ناس بيسجلوا ليه وان مات يتكلم بعد ايه رأيكم في الاكرام ده ايه احنا عندنا كم مليار دخلين على تمانية مليار البشر تمانية مليار بنا ادم موجودين على الكرة الارضية لماذا تسجل قصص صغيرة قصيرة عن بعض والمليارات دولة بتختفي من من على الارض يقول وان مات يتكلم كأن ربنا بقول له انا بكربا انت عشان اشتغلت معي وحملت اسمي ومضت من اجلي انا كمان اعرف اكرمك حدستك اليوم عن اكرم الذين يكرمونين اتمنى يكون الرسالة وصلت ولربنا المجد فيه كنيسته